كتير وإحنا عادين كده بنحس ببعض الأعراض في القلب أو ناحية القلب عشان طبعا إحنا مش دا كترة فما بنكونش عارفين هل دا من القلب ولا حاجة تانية فمثلا حد يحس بنغزة كده في ناحية الشمال فتلاقي حد ينصح يقوله دا تلاقيها شوية برد في العظم ولا حاجة حد تاني يقولك لا دا أنت لازم تكشف على طول لأن أمراض القلب من الحالات اللي دايما بتحتاج لسرعة في التدخل الطبي وعدم التهاون في أي أزمات مرضية تخص تحديدا أمراض القلب صحيح طبعا يا شازي دايما كمان بيكون في تساؤلات بخصوص الحالات اللي بحتاجة تدخل علاجي فقط أو الحالات اللي بتحتاج لتدخل أيضا جراحي وإزاي بيكون فيه وقاية من أي أمراض مفاجأة للقلب تفاصيل كتير هنعرفها النهاردة من دفنة دكتور عمر عبد المنعم أستاذ جراحة القلب والصدر وزميل جامعة لوفن بابلجيكا اللي مشارفنا النهاردة في ستوديو سباح الخير يوم سباح الخير رحضيك يا دكتور نوارنا في سباح خير وصباح الفل على قلبك الطيب وصباح الخير على مصر كلها يهلا بيك صباح الخير خلينا في البداية كده احنا قلنا مصطلح يمكن الناس هتتوقف عنده فكرة التدخل الطارق لحالات القلب يعني إيه التدخل الطارق هل التدخل الطارق المعني بي فكرة التدخل الجراحي ولا تدخل طارق بمعنى لازم يكون فيه تدخل أو استشار الطبيب أو حتى تدخل طارق لكن بالأدوية عن طريق الأدوية جميل خالص بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة أتمنى سلامة القلوب للناس كلها التدخلات القلبية عندنا بتتنرج تحت ثلاث محاور في محور أولاني أننا في حاجة اسمها emergency طوارق أننا أشوف الحالة خلاص ما فيش منقشة لأن ده life saving أو إنقاذ لحياة المريض وفي حاجة اسمها تدخل يعني يتم الاستعجال بي urgent وفي حاجة اسمها تحضيري أننا ممكن لا بحضر العيان وبشوفه ممكن ندي له داوية شوية وبتابع فمهم جدا اللغط بيحصل عند الناس لما بيروح لدكتور في العيادة ويقوله لا فورا أنت محتاج تدخل أو خده ويطلعه بي على ICU أو عناية مركزة أو رعاية مركزة أو فورا حيطلع من عندنا يدخل قطة العمليات فالناس بتبقى بانيك طب ده إيه وليه سببه بيحاول في الوقت ده يضوع على الرأي تاني فإحنا دورنا النهاردة أن نشرح لهم أن فيه topics معينة أو مواضيع معينة القرار الطارق فيها ده هدفه إنقاذ حياة المريض طيب زي إيه؟ القلب زي إحنا عارفين مضخة عضلة بيبقى فيها حاجة اسمها الدورة الدموية لها نظام معين لها وضع تشريح معين أهم أهم مكونات القلبة هو العضلة الشريان التاجي الصمامات وكهربة القلب كل جزء من ده معرض أن يكون فيه جزء مشكلة طارقة ممكن تحصل زي إيه مثلا؟ لو جينا مثلا شفنا التكوين القلب تكوين القلب يبقى فيه تكوين طبيعي غرف القلب وصماماتها فيه أطفال مثلا بتتولد بيبقى عندها حاجة اسمها نعكاس في الشريان يعني الشريان الرئوي يطلع من مصار غير طبيعي يلاقي البيبي مولود أزرق ناخده من قط الولادة على قط العمليات بنعمل تدخل عشان نحاول ننقذ الوضع وبعد كده نبدأ نحدد له عملية أخرى تانية ده مثال للعيوب الخلقية مشاكل مثلا الشراينة تجاي الناس اللي بتعاني من الزباحات العيان ما يبقاش فاهم قوي للمشكلة الطبية أيه هو ليه العرض هو جاي بألام في الصادر زي ما حضرتك قلت الصبح ألام شديدة عندنا احنا بنقسمها زباحات مستقرة أو غير مستقرة أو ألام تحتمل أن فيه انسلاخ في الشريان أو حاجة زي كده لما يبقى الانسداد في منبع الشريان الأساسي طبعا دي حالة طريقة بنقوله يلا تفضل على قط الأسطرة تفضل على قط جراحة القلب بتتحضر بسرعة وتدخل بسرعة ده مثال لي مشاكل الشريان التاجي كهربة القلب إحنا قاعدين كلنا احنا الثلاثة هو إقاعنا مستمر قلبنا شغال وإحنا بنتكلم وزي الفر الحمد لله في ناس بيجي لها خلل كهربة القلب مفاجئ مفاجئ طبعا بيبقى فيه خلل يا أمة بتصارع عنيف جدا مع اختلال في إقاع القلب وده اللي بيعمل السكتة القلبية المفاجئة اللي عند الشباب كتير الأيام دي اللي أصر فوليها أسبابها وليها دواعيها لو لقاطنا العيان ده مثلا وإحنا بنفحصه هو بيجي أنه تعبان وحاسس بألام وحاس بهبوط وروحه بتتسحب منه مجرد ما بشوف رسم القلب الأولي بقول لا تفضل فندم على الاي سيو على طول فورا يا إما حنحط منظم ضربات القلب أو حياخد صدمات كهربائية أو حيدخل حاجة اسمها دراسة كهروفيسيولوجية لكهربة القلب بعد كده بتستدعيها تدخلات معينة مشاكل طب إيه السبب إيه السبب اللي ممكن يزود كهربة القلب مسببات الخال الكهربائي كثيرة ممكن تبقى أولية يعني الإنسان عنده استعداد وراثي أنه يحصل في المشكلة دي إمتى وإزاي دي متغيرة الشكل وفي بعض عوامل الخطور أهم عوامل الخطورة هي العادات السيئة زي التدخين وإلى قدر الله الإدمان والتعرض لحاجات معينة مثلا الموجات الإلكتروماجناتسيك والحاجات دي كلها بكسرة دي كلها أو عوامل مرسبة ومهيئة لتعرض الإنسان ده للمشاكل الخلل الكهربائي علم كهربة القلب ده علم كبير تخصص جوه التخصص بيتعمله دراسات معينة بيتعمله حاجات أبحاث معينة بحس نحن نوصل للتدخل ده أحد التدخلات الطريقة يعني دي صورة بتوضح لو حصل تجمع دموية شديد حوالين القلب دي ممكن تحصل في الإصابات وممكن تحصل أولية بيحصل مرة واحدة أن القلب يختنق بالتجمعات الدموية حواليه أو بحاجة اسمها انسكاب تموري يعني يقول لك عنده مية على القلب عنده مية على القلب أسبابها كثيرة جدا برضو بتحصل ليه يعني؟ بتحصل ليه عشان ده فيه أمراض معينة بتعملها تمام؟ يعني احنا هنا التجمعات دي بنسمها إما نتيجة الإصابة معينة واحدة خبط أو تعرض لحدثة وحصل له تجمع دي الشقة خلاص مفهوم فيه حاجات أولية بيحصل نشاط معين في الغشاء بيحصل رشح ليه لل المية اللي حوالين قلب بتكتر لدرجة إن هي بتخنق القلب ما بتخلوش يؤدي وظيفته الطبيعية على طول بحاول عيني المستشفى بالرعاية المركزة بنحاول نسحاب له المية بنعمل تدخل إحنا هنا النهاردة بنوضح ليه الدكتور أو ليه الجراح أو ليه طبيب القلب بياخد قرار مفاجئ يلا يعني أنا جاي للعيان بقولوا يلا على المستشفى بيحصل له حالة دربكة بقولوا إزاي طب ليه أنا يعني جاي تعبين آه بس كنت بفكر عاخد علاج لا هنا مفيش علاجات هنا فيه تدخل على طول تمام نضرب مثال آخر لمشاكل الصمامات الصمامات هي عبارة عن بوابات قلبية بتسمح مرور الدم من اتجاه من اتجاه إلى اتجاه آخر لو حصل خلل في هذه البوابات سواء بديق شديد أو ارتخاء أو ارتخاء شديد تمام بصورة منعت أن الدورة الدموية تبقى في سرايان طبيعي بعض الأحيان بنتدخل بصورة طريقة زي مثلا يجل عيان كل مشكلته أنه بدأ يجيله أغماء أو يجيله ألم في الصدر شديدة وإنت بتفحصه بالموجات الصوتية بتلاقي عنده ديق شديد في الصمام الأورطي ده عاي يستدخل حسب بقى عمره لو طفل صغير ممكن نحاول معاه بلون بنوسعه بالبلون لو راجل في سن كبير بندخله جراحة قلب مفتوح والناس طب لو عوامل خطورة كتير عنده وعيان فوق السبعين وغيره بنعمل حاجة اسمها استبدال صمام بالأسطرة ونقف هنا عايز أقول أن الطفرة اللي حصلت في علاج المصريين في منظومة تأمين الصحي والكفريج اللي بيحصل للكوست دي لم يحدث في تاريخ مصر التغطية للتكلفة تكلفة العملية التكلفة والمراكز المؤهلة لهذا كلام ده شيء لابد أن المواطن يشعر به تماما ويحس أن الخدمة دي يعني الصمام ده يعني قبل تغريد الأسعار كان بيتكلف حوالي ربعمائة ألف جنيه عملية مكلفة طبعا عملية القلب بشكل عام مكلفة ده حتى كمان الصمام بالأسطرة ده مكلف ده أكسيدنج بقى دلوقتي الأسعار وما زالت الخدمة متاحة للجميع دي كلها تدخلات دكتور يمكن إحنا لو تكلمنا عن أمراض القلب بشكل عام تمام والتدخلات المصاحبة لها يعني أو المفروض أن الدكتور يقوم بيها على طول هتبقى كتير جدا يعني إحنا نسردها طبعا بس عايزة عارف نهركة حين تشوف على مواقع التواصل الاجتماعي أنا شخصيا شفتها يعني ناس تقول مثلا أعراض ولو حسب بالأعراض دي فأنت في بداية نقدر الله طبعا يا بعيدا عن الجميع بداية جلطة بداية مش هارفة مشكلة إيه في القلب فالمفروض أول ما تحس بالأعراض دي تكوح جامد جدا أو تعمل كذا 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 يعني بنشوف حاجات على مواقع التواصل الاجتماعي ما بتكونش من دكاترة ممكن يبقى في منها صحة طبعا وممكن يبقى في منها غلط فأنا عايزة عارف من تحرك قبل ما نوصل لمرحلة الدكتور أو حتى قبل ما نكلم الإسعافة أو حتى في طريق وصول الإسعاف للمريد إيه الأمراض أو إيه خليل نقول الأعراض اللي ممكن لو مريد حس بيها متعلقة بالقلب يقدر يفقى فيه خليل نقول إسعافات أولية أو إسعافات نقدر نخلي المريد يكسب بيها وقت حد وصول إسعاف أو لحد خسور الدكتور يعني وده الدور التوعوي للإعلام وده دورنا نحن موجودين كأسات ذا في هذا التخصص أن نحن نصحح المفاهيم اللي نحن بنشوفها على السوشيال ميديا الأعراض القلبية هي أعراض معروفة بالنسبة لنا حاجة من أربعة يا ألام صدري يا خفقان يا إغماء يا تغير في لون العيان أو عرق حاجات نصاحب طيب شكل شكل آلام الصدري فإن دمني حتى آلام الصدري بتختلف عندنا آلام الصدري حاجة آلام مثالية يعني typical cardiac يعني ده نقول ده مريد قلب دي بقى عبارة عن إيه إحساس الزبحة الصدرية محدش من الغير متخص هيعرفه غير اللي قدر الله اللي مرر بيه وإحساس بيموت حد بيخنقه يقول أنا صدري طابع علي أنا مش قادر أخذ نفسي تمام فجأة وده إحساس بيجي مفاجئ تمام ده بنسمي إنه هو ده زبحة صدرية إلى أن يثبت العكس طيب هعمل إيه في التصرف ده على طول بريح باخد حبوب مسيلة للدم لو ما عنديش محاذير منها وبحاول أستخدم بعض الأدوية البسيطة اللي هي موسعة للشريعين تاجي اللي حنا الحباية اللي تحت اللسان أو النيترو جليسرين اللي هي الحباية الصغيرة اللي بتشتغل ده لو حد عنده أصلا أعراض أو يعني عارف إنه عنده مشاكل ما ده دور التفقيف ده دور تفقيف ما أنا ممكن أبقى ماشي يعني مثلا جالي أحد المرضى إنه هو مثلا كان بيجري عشان يلحق البس جاله واتش اس بي جاله وجه قعد ما قدرش كامل فدي بداية الزبحة وكان داخل على جلطة تمام لأن إحنا مثلا ممكن نشوف مرضى كتير ونعملهم أساطر عندهم ضيء حرك لكن بيمارس حياته عادي وبيطلع ويروح وفجأة ده يزيد مرة واحدة بسبب أن حاجة معاناة في البسولجي موجودة تحول المريض ده من مستقر إلى غير مستقر كان حدث قال لي قبل كده أن الأعراض بتتشابه مع التهابات الحجاب الحاجز أو فم المريضة ده الجزء التاني ده الجزء التاني احنا بنقول على أشباه الألام الصدرية أو الأشباه أشباه ألام القلبية القلب ماش لوحده محاط بأعضاء كثيرة عندنا وراء المريء حواليه الرئة بالغشاء البنوري تحتيه المعدة تحتيه الحجاب الحاجز كل دول كل عضو ليه تغذية عصبية تغذية عصبية هي في مصارها للجسم بتشترك مع القلب في هذا الكلام بدليل أنت لقدر الله لما حد يجي له زبحة يقول لك أنا أدراعي مخدر أنا فيه تنميل في صوابعي أنا فيه ألم في فهم ومعدتي ده يؤدرعي الشمال كمان المتعرف عليه ممكن الشمال ممكن الليمين طب دي نقطة مهمة ممكن الفك ممكن يقول لك الدبلة دقت علي أنا بحس كل دمع بعض يا دكتور حسب معيين أصلا بس موضوع حاس أن أنا أدراعي مش عارف من أميل ده أنت كنت نايم عليه صح؟ أنا دايما بنقول كده أنا بادي أبسط المعلومة العين إيه أقول له دي متكررة ولا إحساس جديد عليك في فرق إحساس جديد عليك لا ما تاخدهاش استهوان إحساس متكرر ممكن تبقى بقى حاجات في الفقرات في العضلات منهما غلط مش لكن دايما التغيير أنا كنت كويس بيت وحش لا هنا وقف أرجوك وقف ما تاخدهاش باستهوان أخذ أرس المسكن هذا الخطر أخذ أرس المسكن حيريحك وانت بتشتغل على الألم الألم ده حاجة ربانية خلقها عشان تدينا انظار خلي بالك روح خلي بالك اعمل كذب فأشباه ألم القلب قد تشترك تماما مع مشاكل القلب ولكن خيط رفايع فزي حرك ما قلت أتوجه أعمل إيه أستريح القلب راي دايما هو طول عمره شغال بدل يحنا عايشين هو بيقف لحد ما ربنا يقول له خلاص هو قف كده تمام لكن طول ما احنا عايشين هو شغال تعب رايحه يعني الراحة ثم الاستشارة أقرب مكان طيب ده بالنسبة للزبحة ده بالنسبة للزبحة بالنسبة لخل الكهربة القلب الأعراض بيجي اقول لا اروحي مسحوبة مني انا بحس ان فيه ضربة بتقع مني فيه ضربة جامد بيجي ويروح وانا قاعد بقيت أعرق تمام لا هنا بردك اللي بيحصل ايه زي ما اتفقق نحن قاعدين دوقتي مش حاسين ان الاقاع زي المايسترو تاك 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 خلاص المخ خد والجسم خد على الاقاع من ستين لتسعين ضربة الخلل ده بيحصل معاه هبوط في الدورة دموية فبيحصل اعراض لا يبقى دورة المخية بتقل بحس ان انا مش مزبوط بدأت اعرق الجسم كله بدأ يشتكي هنا شوف ارقبها لو مطولة لا خلاص على طول لو تفويتها كده ممكن تبقى انت مكتر بقى في الكافيين في السجاير في حاجات لانه ده مؤثرات خارجية ممكن تأثر على خلل كهرابة قلب بصورة مؤقتة لكن ان استمرت وحسيت باعياء وعدم انتظام ارجوك اتصل بحد او روح المستشفى لما تتطمن يبقى احسن بكتير تمام الاغماء يقول لي مثلا احنا انا ابني كان في المدرسة او في الجامعة وكنت بالعب وهب وقع الاغماء دي لأول وهلاء لانه بقول حاجة في المخ لان الدورة الدموية قلت حال ممكن تكون حاجة في المخ خلل كهربائي في كهرباء المخ وممكن تكون بداية الدورة الدموية اللي طلع للمخ من القلب فيها مشكلة سواء كان مشاكل في الحاجز البطين او في ضيق في الصمام او خلل كهرباء القلب تمام فلو جيت دورتي هتلاقي اعراض القلب هي واحدة بس حسب شدتها وتوقتها لازم الوعي بتاعنا بيزيد طيب حصل لي تصارع في ضربة القلب الناس اللي بتطلع دول كح او اكتم نفسك عشان تهدي عشان تنشط حاجة اسمها العصب الحائر فيبدأ يهدي شوي لكن دي كلها اجراءات يعني زي ما بنقول ايه معلومات عامة لكن هي غير دقيقة لان كل قصة ممكن يكون وراها حاجة كبيرة شوية عظيم طلوع السلم هل هو مضر القلب؟ انت اي رأيك؟ انا مش عارف بصراحة انا محتوار انا شوية اسمع يقولوا ده حلو ومفيد ونشاط بتطلع كم سلمة في اليوم ولا بنعرف حسب يعني السن مثلا او كده ما فيش بطلع دورين طلوع السلم هو انا مش بتطمد على نفسي لا حد اتقد ان ليش يعني احنا ساعات في المستشفى بنتعمل ما نركبش لازم نصير ونطلع السلم نختبر نفسنا كده احنا عندنا حاجة اختبار اسمه سكس منت ووكس يعني اختبار ماشي لمدة ست دقيقة بنشوف فيها كفاءة القلب بتقدير كده وكفاءة الرئة والتنفس طلوع السلم دي حاجة صحية وحاجة اختبار للياقة واختبار الحاجات كتيرة لو بتطلع تلات دور حلو انت كويس ما عندكش مشكلة طيب بتطلع وبتنهج لياقة بقى بتمشي بتاكل كويس اخبار اكلك ايه وزنك ايه اللايف ستايل بتاعتك ايه مدخن مش مدخن كل الحاجات دي بتقصر عليك لكن هل طلوع السلم مضر لا مش مدر مش مدر طول ما انت فت يعني عندك فتنس خلاص ما فيش مشكلة خالص وده بالعكس احنا نشجع كده بدل ما نقعب ننزحم على صنصير وحنا طالعين الدور وكلام اللي يقدر يمشي يطلع في مش مشكلة طيب احنا كمصريين حقيقة دكتور للاسف ما بنقتناش ان الاكل ليه علاقة مباشرة مع الامراض غير انه استمنى التخط والخصصان او 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 في اكل بيؤثر على القلب ان كان على صحة القلب ان كان سلبا او ايجابا هقولك مثال صغير كان البروفيسور البلجيكي اللي انا كنت بتعلم في لوفن جالي زيارة في مصر يعني اشتغلنا عمليات هنا فعزمت عزمت الاسرة على النيل بنتعشة فالمهم نزل العشاء ببيبسي وحاجات فقيت لي لأ انا مقدرش اشرب مراته بقى انا مقدرش اشرب بالبيبسي انا ليه ازازت بيبسي كل تلات سنين واحدة كل تلات سنين واحدة فبسط يعني شوفوا قد ايه بيحسبوا الباد هابتس او الحاجات المضرة بيحسبوها يعني انا وعشان كده هما يوصلوا خمسة وتمئين وتسعين سنة ويركبوا عجل تمام احنا بناكل ونجبع عشان ننام تمام الفاست فود طيب الفاست فود بنجيب حاجات من بره كتير وكلم لا طبعا الاكل هو احد العوامل المسببة لمشاكل القلب طبعا زي ما حضاك قلت نتمنى السلامة لجميع القلوب نشكر حضاك جزيلا شكر دكتور عمر عبد المنم أستاذ جراحة القلب والصدر نورتنا فاند في صباح شكرا جزيلا شكرا